اشتركوا في القناة والخاضع للقيمة المضافة كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 14 لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية وجاء في المادة الأولى من القرار يعاد تشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية برئاسة المهندس خالد أحمد الأنصاري وعضوية كل من ممثل عن ديواني صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ممثل عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ممثل عن شؤون الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل عن شؤون الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل عن شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل عن شؤون التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل عن شؤون الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء ممثل عن شؤون الماء بهيئة الكهرباء والماء ممثل عن وزارة الإسكان وعلى كل جهة من الجهات المشاري إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة على أن لا يقل مستوى التمثيل عن درجة مدير إدارة ترجمة نانسي قنقر